حين تقول يا شيخ سالم أن النجدي شيخ الإسلام أنت سببت المسلمين والإسلام كلهم أنا حين أقول في شيخي كما قلت قلت في شيخي كما قلت حين تقول إن رجلا مثل هذا ذباحا قتالا طعانا في الدين والإيمان والإسلام للمسلمين هذا شيخ الإسلام بدأت بالعدوان على الله ثم على رسوله ثم على دين الله ثم على المسلمين لا نقبل لك ونقبل عليك أن تقول إن مثله أو مثل ابن تيمية شيخ المسلمين لا نقبل أدبا يا أخي لا ينبغي لك أدبا لا ينبغي أن تقول إن ابن تيمية شيخ المسلمين وأكثر المسلمين لا يقبلون ابن تيمية لا ينبغي أي أم الرجل القومة وهم له كارهون فكيف تجعله لنا شيخا ونحن لا نرتضيه هذا لؤم فتجعله شيخا للمسلمين غصبا وجبرا وكرها أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ليس شيخا لنا نحن مسلمون غصبا عن الحراني والنجدي ونلقاهم يوم الدين فليس شيخا لنا لا هو النجدي ولا الحراني فلا تشتمنا قل هذا شيخك شيخ الطريقة شيخ المستسلفة سميه ما شئت لا تقربنا قول هذا شيخ الطائفة هذه أصدق شيء والمتصوفة كذلك لا ينبغي أن يأتوا بشيخ الله فيقولوا هذا شيخ المسلمين والحق أنا لم أسمعت من عند المتصوفة يقولون هذا شيخ الطريقة شيخ طريقتهم والخرق وما تعلم إنما هؤلاء شيخ المسلمين الشيخ الإسلام لا يقولونها لسه أعظم فأنا تنزلت معك لو قال شيخ المسلمين بغى علينا وعلى كل المسلمين من نوح إلى أحدنا لأن نوح أمر أن يكون من المسلمين فلا تقبل هذه له والمسلمون يا عباد الله مصيبون ومخطئون المسلمون يصيبون ويخطئون ولا ينبغي له أن يكون شيخهم فكيف يكون شيخ الإسلام الذي الإسلام حق كاتم حق لا يكون فيه للحق الإسلام غير المسلمين المسلم يعصي ويخطئ ويصيب ويضل الإسلام لا يضل الإسلام دين الله وله الدين كما قال الله واصبا لا يضعف فكيف تجعله شيخا للإسلام أقول لك من شيخك أيها المبتدع في هذه التسمية مبتدعة أنتم مبتدعة فيا أخي سالم أنا أقول لك إذا أردت أن أكف عن أشياخك ولن أكف عن أشياخك حتى لا أغضب الله فدع هذا الكلام دع ما تكونوا شيخ الإسلام كونوا شيخ الطريقة كونوا شيخ طريقتنا إلا إذا كنت ترانا لسنا من المسلمين وليس ديننا هو الإسلام الذي أنتم عليه شيخ الإسلام حق إنها لؤم أن يسمى رجل على الناس ترجمة نانسي قنقر